أهلا وسهلا بكم أصدقائي اليوم سنتعلم كيفية إصلاح الويندوز الخاص بنا عبر عملية الإصلاح الطرقائي الخاصة بالويندوز وذلك عبر الخطوات التالية بكل بساطة كما تشاهدون نذهب إلى Start نضغط على Settings الإعدادات نذهب إلى Update and Security نضغط عليها ونذهب في الخانة اليسرى إلى فقرة Recovery في خانة Recovery هناك Advanced Startup أو الإعدادات الإقلاع المتقدمة ونضغط Restart Now عندها سيكون الجهاز بإعادة الإقلاع والدخول إلى فقرة الإعدادات المتقدمة نضغط Trouble Shoot إذن نضغط Trouble Shoot أيضاً هنا نضغط الخيار الثاني Advanced Option وهنا نذهب إلى الخيار الأول Startup Prepare وهو إصلاح الجهاز بشكل طلقائي Startup Prepare هنا يبدأ الجهاز بعملية الإصلاح إذا كان هناك لدينا مشكلة في الإقلاع أو بعض المشاكل الأخرى يتم إصلاحها بشكل طلقائي إذن أصدقائي ننتظر قليلاً يطلب مننا اسم اليوزر أو المستخدم المراد إصلاحه سأضغط OK هنا يطلب الباسورد أو كلمة المرور الخاصة بنا أنا لم أضع أي كلمة مرور سأضغطها Continue الآن تبدأ عملية الإصلاح Diagonizing URPC ننتظر قليلاً لتتم عملية الإصلاح إذن كما تشاهدون بكل بساطة انتهت العملية أنا ليس لدي أي مشكلة في إقلاع جهازي لم يعطيني أي مشكلة ولكن كان لديكم بأي مشاكل سيتم معالجتها بشكل طلقائي الآن نضغط على Shutdown أي إطفاء الجهاز ونعيد إقلاعه من جديد شكراً لكم متابعين لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو إلى هنا نكون قد أنهينا من هذا الدرس شكراً لكم